عام 1601 ميلادي 1010 هجري علي باشا البوسنوي يحكم مصر وهو علي باشا مالكوج وأصل لقبه مالكوفيتش نسبة إلى عائلة مالكوفيتش في البوسنة ويلقب أيضا يوز ومعناها الصارم القاطع لدماء الخارجين على القانون تلقى تربيته الإسلامية والعلمية في القصر السلطاني بإسطنبول تولى حكم مصر في العاشر من صفر عام 1010 هجري الموافق العاشر من أغسطس 1601 ميلادي وانفصل متوجها إلى إسطنبول في السادس من ربيع الآخر 1013 هجري الموافق أول سبتمبر 1604 ميلادي ومدة ولايته فيها سنتان وثلاثة أشهر يصفه أحمد شلبي أو أحمد شلبي في التاريخ العيني بقوله وكان شجاعا كريما سفاكا لدماء المفسدين وله من الآثار الحميدة في القاهرة السبيل الذي بقرب الإمام الشافعي المعروف بسبيل علي باشا وجدد قلعة خان يونس وعين لخان يونس أربعين راكبا وعشرين راجلا علي باشا آخر من وله السلطان محمد بن مراد عام 1603 ميلادي 2011 هجري دالي حسن باشا واليا للبوسنة تم تعيين دالي حسن باشا واليا على البوسنة أي أميرا للأمراء بمعنى بكلاربيكي أو بيلاربي وعندما تحركت الجيوش العثمانية نحو بيلغراد للحرب ضد النمسا كلفت الدولة والي البوسنة بالمحافظة على قلعة أوسيك الاستراتيجية في تحرك الجيوش العثمانية عام 1603 ميلادي 2012 هجري علي باشا البوسنوي يرقى إلى رتبة صدر أعظم قرر السلطان تعيين علي باشا مالكوتش البوسنوي صدرا أعظما للدولة العثمانية عقب عزل يمشج حسن باشا من هذا المنصب يقول المؤرخ العثماني الشهير منجم باشي أحمد دادة في كتابه جامع التواريخ عن علي باشا مالكوتش البوسنوي أنه رجل جبار ومتكبر كان حازما جدا في إدارته وأنه أحضر معه من القاهرة جلادين متخصصين في قطع الرقاب وأخذهم معه إلى اسطنبول وتولى الصدارة العظمى في عهد السلطان أحمد الأول عام 1604 ميلادي 2013 هجري صدارة لالا محمد باشا البوسنوي وقيادته للجيوش في الجبهة الغربية لالا محمد باشا من الأسرة البوسنوية العريقة أسرة سوقولو محمد باشا تولى الصدارة العظمى في الدولة العثمانية وكان من قبلها قائدا لجيوش الدولة في بلاد المجر وكانت توليته الصدارة بعد أن استشار السلطان أحمد الأول مؤدبه ومعلمه الشيخ مصطفى أفندي كان لالا محمد باشا البوسنوي محترما من رجال العلم حتى أن المؤرخ العثماني بجوي إبراهيم أفندي كان يذكره في تاريخه باحترام بالغ وكان يشير إلى اسمه قائلا سيدنا رحمة الله عليه وتولى الوزارة بعد موت علي باشا مالقوج وهو بوسنوي أيضا عام 1605 ميلاد 2014 هجري كان البابا قد أمد أثناء الحروب العثمانية في أوروبا الشرقية والغربية قلعة ويزيجراد بقوات مع قوات فرنسية بالإضافة إلى القوة الأصلية للقلعة وكان لابد للعثمانيين من الاستيلاء على هذه القلعة فكلفت الدولة العثمانية خسرو باشا الخادم وللبوسنة بالاستيلاء على القلعة فحاصرها واستطاعت القوات الأوروبية بداخلها أن تدافع عنها دفاعا قويا استمر عدة أيام لكن خسرو باشا كان قويا وذكيا في حصاره فلم تجد قوات القلعة إلا الاستسلام له ويروا أن ألف جندي فرنسي كانوا في القلعة قد طلبوا الدخول في خدمة الدولة العثمانية فقبل طلبهم عام 1606 ميلاد 2015 هجري إعدام الوزير الأعظم درويش باشا البوسنوي عرف درويش باشا البوسنوي بالظلم والطمع وأدى طمعه هذا إلى إعدامه بنى هذا الوزير الأعظم مقرا فخما في منطقة باب الحديد دامير كابو وكان وكيل حساباته يهوديا وذات يوم عرض هذا اليهودي على درويش باشا دفتر حسابات تشييد القصر فوجد الباشا أن الحساب ضخم فاحتد على وكيله اليهودي خاف اليهودي على نفسه وأخبر الباشا بأنه لا يقصد من هذا محاسبته ولا يطلب نقودا وأخبر الباشا أن كل مصاريف القصر إنما هي هدية من اليهودي للباشا لكن هذا اليهودي أراد من ناحية أخرى الانتقام من الباشا فحفر في القصر نفقا سريا يؤدي إلى القصر السلطاني وبعد ذلك ذهب اليهودي إلى آغى الباب السلطاني وكان غريما لدرويش باشا وذكر اليهودي قصة النفق الذي أمر به درويش باشا وهذا معناه أن الباشا يبيت النية للسلطان وأخذ اليهودي ذلك الآغى من يده وأراه النفق ونقلت هذه المسألة إلى السلطان وأعدم درويش باشا البوسنوي نتيجة لهذا وكان نفس هذا الوزير الأعظم قد دس السم لسلفه لالا محمد باشا البوسنوي ومات عام 1616 ميلادي 1025 هجري انتصارات إسكندر باشا وللبوسنة في رومانيا مات موغيلا أمير البغدان وكان تابعا للعثمانيين والذي يسميه العثمانيون أرميا وعين محله أشتفان توماس فقامت أرملة الأمير القديم بالتوجه إلى بولندا وجمعت جيشا مرتزقا من القازاق واستطاعت طرد أشتفان توماس الأمير الجديد من على عرشه وكان على رأس هذه الحركة صهر هذه المرأة المدعو سامويل كوريزكي كما يسميه العثمانيون وأرسلت الدولة العثمانية سارخوش إبراهيم باشا لحل هذه المشكلة ومقابلة قوات المرتزقة لكنه هزم وكان إسكندر باشا وقتها واليا على آيري القديمة وكان هو نفسه موجودا في إسطنبول في ذلك الحين فعينه السلطان واليا على البوسنة وقائدا للحملة على البغدان فذهب على رأس جيش قوامه قوات من البوسنة والسيرام وسمندرا والأغاحصار وسيلسترا وانتصر على جيش المرتزقة بقيادة كوريزكا وقبض إسكندر باشا على الأميرة الأرملة سبب هذه الفتنة وولديها وصهرها كوريزكا وامرأته الذائعة الشهرة بجمالها وأرسلهم إلى العاصمة إسطنبول ومعهم خمسمائة أسير قازاقي من جيش المرتزقة المهزوم وأعاد إسكندر باشا أشتفان إلى عرشه مرة أخرى ومكافأة على هذا وجهت رتبة الوزارة إلى إسكندر باشا عام 1617 ميلادي 1026 هجري الصلح بين العثمانيين وبولندا كانت بولندا تابعة للعثمانيين منذ عهد السلطان مراد الثالث ابتداء من 1577 ميلادي 985 هجري ولم يوفي البولنديون بمعاهد الدولة عليه فكانت فيهم القلاقل وكانت بولندا تشتكي من هجوم وتسلط تتار القرم وكانوا تابعين للدولة العثمانية والدولة تشكو من اعتداءات قازاق بولندا على حدود الأفلاق والبغدان وأردل كما لم يقبل البولنديون بمسؤوليتهم عن هجوم القازاق وإزعاجهم للدولة العثمانية لذلك كلف إسكندر باشا وللبوسنة بحل مشكلة القازاق فسار إسكندر باشا إلى نهر الدنيستر الذي يسميه العثمانيون باسم طورلة حتى التقى بجيش بولندا بقيادة القائد العام ستانيس لاس زول كافيسكي وعندما أوشكت الحرب على الاندلاع تقدم البولنديون بطلب الدخول في مفاوضات ووقع الطرفان معاهدة الصلح في ذلك اليوم 27 سبتمبر 1617 الموافق 26 رمضان 1026 إلا أن البولنديين أخلوا فيما بعد بهذه المعاهدة عام 1621 ميلادي 1030 هجري خروج السلطان عثمان الثاني على رأس جيش لمحاربة البولنديين السلطان يعين بيري محمد باشا البوسنوي قائم مقام السلطنة أثناء غيابه في الثامن من مايو 1621 ميلادي الموافق السادس عشر من جماد الآخرة 1030 هجري أخذ السلطان عثمان الثاني بزمام جيش عثماني قوي لمحاربة بولندا وتأديبها وقد عين السلطان أحد البوسنويين المشهورين محافظا للعاصمة إسطنبول وقائم مقام السلطنة أثناء انشغال السلطان بالحرب وهو بيري محمد باشا وكان واليا لإقليم سيواس في الأناضول عام 1622 ميلادي 1031 هجري قرى داود باشا البوسنوي صهر السلطان محمد الثالث يتولى الصدارة العظمى قرى داود باشا بوشناقي بوسنوي تدرج في مناصب الدولة الرفيعة المختلفة من ذلك أنه كان وزيرا رابعا وأميرا لأمراء الروميلي وقائدا للأسطول العثماني وأخيرا أميرا على سيليسترا ثم تولى الصدارة العظمى يتصف بالشدة والدموية حتى أنه قتل السلطان عثمان الثاني في الحادثة المهولة المعروفة في التاريخ العثماني بالهائلة العثمانية عندما تآمرت الانكشارية على السلطان عثمان الثاني الذي يلقب بعثمان الشاب جينج أثمان وقتلوه وقامت قوات الفرسان العثمانية بالمطالبة بدم عثمان أي عثمان الثاني فهاجمت قصر قرى داود باشا وقال زعيمهم له بأي سبب قتلت السلطان عثمان فأجابهم قائلا قتلته لأن السلطان الجديد مصطفى خان أصدر لي فرمانا بذلك فانفض جنود الفرسان عائدين ونجا قرى داود من أيديهم لكنه عزل في نفس العام من الصدارة العظمى ثم أعدم بعد ذلك بمدة عام 1629 ميلادي 1038 هجري تعيين محمد باشا أباظة واليا على البوسنة محمد باشا أباظة عام 1634 ميلادي الموافق 1043-1044 هجري والا ورجل عسكري صارم أول من لاحظ بدء انحطاط فرقة الانكشارية فعزم على تطهير الجيش العثماني منها شارك في حروب الدولة ضد بولندا عندما علم باغتيال الانكشارية للسلطان عثمان الثاني أو عثمان الشاب سار على رأس قواته إلى اسطنبول لتأديب هذه الفرقة لكنه هزم أمام محمد باشا الشركسي وعف عنه السلطان مراد الرابع شخصيا لتقدير السلطان لشخصيته لكنه أعدم فيما بعد وكان إعدامه في ليلة 23-24 أغسطس 1635 ميلادي الموافق 28-29 صفر 1044 هجري عام 1645 ميلادي 1055 هجري تعيين صالح باشا البوسنوي صدرا أعظم صالح باشا البوسنوي من الصدور العظام العثمانيين وللا في البوسنة ونشأ في معية الدفتردار مصطفى باشا عمل كثيرا لإصلاح فرقة الإنجشارية عندما كان آغار الإنجشارية ثم أصبح عام 1644 دفتردارا برتبة وزير وفي عام 1645 ميلادي 1055 هجري أصبح صدرا أعظم عرف باستقامته ومنع الرشوة أثناء حكمه حكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم عام 1685 ميلادي 1096 هجري قام بيترو فاليريو والد الماشية من قبل البندقيين على رأس 20 ألف مقاتل بحصار قلعة سين وعلى الفور تحرك والي البوسنة فندق مصطفى باشا لملاقاته واقتدل الفريقان فأصيب بيترو بهزيمة قاسية فقد أبيدت قواته وسول البوسنويون على المعدات والأثقال وكان ذلك يوم السبت السابع من أبريل المقابل الثالث من جماد الأولى من السنة المذكورة عام 1737 ميلادي 1150 هجري فكوا حصار الكفار لمدينة بانيا لوقا في البوسنة في الثامن والعشرين من مايو 1736 ميلادي الموافق السابع عشر من محرم 1149 هجري قام الجيش الروسي بقيادة الماريشال ميونخ بالاستيلاء على قلاع واستحكامات أو كابو ودخل القرم وظل حتى شهر يوليو الموافق ربيع الأول يدمر في مدن القرم ويعيث فيها فسادا ويخرب فيها وأحرق بشكل وحشي قصر الحاكم في مدينة باغج سراي القرمية كما أحرق مكتبتها وكانت غنية بالمخطوطات وكانت القرم تابعة للدولة العثمانية على ذلك عزل قابلان كيراي وعين بدلا منه فتح كيراي الذي حارب الروس وانتصر عليهم انتصارا مؤزرا ثم شن حرب انتقام على أوكرانيا فأخذ من ذلك مئة ألف أسير وحيوانات فاقت عدة مئات من الألوف عدا وفي العام التالي على ذلك أي عام 1737 ميلادي 1150 هجري تحالف الروس مع النمساويين وحاولوا اللعب بالدولة العثمانية فطلبوا في البداية الصلح وبدون مقدمات نزعوا القناعة من على وجوههم وشنوا حربا مفاجئة في الثاني عشر من يوليو الموافق الرابع عشر من ربيع الأول وبعثوا بثلاث جيوش كبيرة في اتجاه البوسنة والصرب والأفلاق ونجح هذا العدد في السابع والعشرين من يوليو الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول في احتلال قلعة نيش وعدة نقاط حربية أخرى وتقدمت القوات النمساوية الموجودة في الجبهة البوسنوية حتى وصلت إلى بانيالوقة وضربت عليها حصارا شديدا وكان والي البوسنة في ذلك الوقت هو حكيم أغلو علي باشا وكان صدرا أعظما سابقا قام حكيم أغلو علي باشا فورا بالسير إلى العدو وانتصر عليه انتصارا مؤزرا وأنقذ القلعة وكما قال المؤرخ العثماني صبحي إن انتصار البوسنويين على العدو وفكهم لحصار بانيالوقة أدى إلى إضعاف الروح المعنوية للجنود النمساويين في بقية الجبهات وأدى إلى قيام نزاع بين قادة العدو أنفسهم مما جعل الانتصارات العثمانية تتوالى مما مكن كوبرولو زادة أحمد باشا أمير أمراء الروميلي في الجبهة الصربية من استرداد نيش وشهر كويو وغيرهما واستطاع الوزير عيواظ محمد باشا محافظ ويدين أو فيدين أن يصد جيش العدو الذي وصل إلى منطقته واسترد العثمانيون قلعة فتح الإسلام وأحرزوا انتصارات كثيرة مختلفة على جبهة الأفلاق والبغدان وهما رومانيا ومولدافيا حاليا ودحرت القوات الروسية في القرم وأجبر الأسطول الروسي في بحر الآزاق أن يحرق نفسه عام 1778 ميلادي 1201 هجري عقد اتفاق سري بين روسيا والنمسا بخصوص البوسنى عقدت الإمبراطورة كاترينا الثانية الروسية اتفاقا سريا مع جوزيف الثاني إمبراطور النمسا وكان موضوع الاتفاق تطبيق الخطة المعروفة باسم المشروع اليوناني والخاصة بتقسيم الدولة العثمانية ينص هذا الاتفاق على إقامة دولة أرثوزوكسية مستقلة مركبة من الأفلاق والبغدان وبسارابيا وتسمى داتشيا وتقطع روسيا وطوال الساحل الواقع بين قلعة أوزو ونهري بوج ودنيبر وتحصل النمسا على أراضي دالماتشيا التابعة للبنادق بالإضافة إلى الصرب والبوسنى والهرسك وكتعويض لدولة البندقية تمنح هذه الدولة شبه جزيرة المورة وجزيرة إكريت وجزيرة قبرص ويقول الاتفاق أنه في حالة الاستيلاء على إسطنبول ستنشئ الإمبراطورية البيزنطية دولة مستقلة تماما على رأسها حفيد كاترينا الثانية قسطنطين وقد أخذت تعلمه بالفعل اللغة الرومية اليونانية وتربيه مربيات يونانيات عام 1806 ميلادي 1221 هجري تمرد الصرب وقيام والي البوسنى بتأديبهم قام الصرب بقيادة بازواند أغلو بإعلان التمرد ضد الدولة العثمانية وقاموا بمذابح وحشية ضد المسلمين ويعزى قيام الحركة القومية الصربية إلى هذه الحادثة وكان رأس هذه الحركة اتسيرني وكان قاطعا للطريق وجورج بيتروفيتش وهو راعي الخنازير الذي اشتهر بين الأتراك باسم فارا يوركي طلب يوركي هذا في البداية المساعدة من النمساويين ثم من روسيا على اعتبار أن الروس سلافيون وتوسعت هذه الحركة ولما استفحل أمرها قام والي البوسنة أبو بكر باشا بتسوية المسألة بناء على أوامر الدولة العثمانية وقبض على رجال التمرد وأعدمهم رسميا وهدأت الأمور إلا أن روسيا قامت بتحريض سكان الجبل الأسود على التمرد ضد العثمانيين حقق الثوار بعد ذلك انتصارا باحتلال سامندرا وتشكلت لجنة ثورية دعت كل الصرب لحمل السلاح ضد الدولة العثمانية التي كانت مضطرة لاستفحال التمرد من ناحية ومناصرة القوى الأوروبية الخارجية من ناحية أخرى لعقد صلح مع فارايوركي الذي واصل مقاومته المدعومة فاستولى على قلعة بيلجراد وأدار مذبحة بشعة للمسلمين بها أدت هذه المذبحة إلى ارتفاع معنويات الصرب الذين أعلنوا أنهم سيحاربون المسلمين حتى تظفر صربستان أي بلاد الصرب باستقلالها عن الدولة العثمانية وبهذا بدأت الحركة الاستقلالية الصربية عن الدولة العثمانية وقد حصلت صربستان على استقلال ذاتي في 29 أغسطس 1831 ميلادي الموافق العاشر من ربيع الأول 1247 هجري عام 1875 ميلادي 1292 هجري تمرد الهيرسك فقدت فرنسا بعد الحرب الألمانية الفرنسية عام 1870 شوكتها وأهميتها القديمة وكذلك بدأت إنجلترا في الاهتمام بما وراء البحار بنفس القدر القديم ولكن كان بين الدول الأوروبية اختلافات كثيرة ولدرء هذه الاختلافات ولإيجاد منافع مشتركة كانت المؤتمرات تعقد بينهم وكان يشترك في هذه المؤتمرات الشخصيات الأوروبية البارزة في ذلك الوقت مثل الأمير بيسمارك رئيس وزراء ألمانيا والكونت أندراشي رئيس وزراء النمسا والأمير جورتشاكوف رئيس وزراء روسيا وهؤلاء أنفسهم اشتركوا في مؤتمر ويختار في النمسا عام 1875 ميلادي في هذا المؤتمر بالذات طرحت المسألة الشرقية على اعتبارها أخطر وأهم مسائل العصر السياسية وكان القرار الذي توصل إليه هذا المؤتمر بناء على اقتراح قدمه جورتشاكوف أو جورتشاكوف هو قرار عدم التدخل في حركات التمرد المحتمى لقيامها والتي يمكن أن تقوم بها العناصر النصرانية في داخل الدولة العثمانية كان قصد روسيا من هذا القرار هو التالي ستقوم روسيا بتحريض العناصر النصرانية في داخل الدولة العثمانية بحيث تقوم تمردات ضخمة ومتعددة في أوروبا الشرقية التابعة للعثمانيين وكانت روسيا واثقة من هذا وكانت تدرك أنه في حال تمردات متعددة في أماكن مختلفة من أوروبا الشرقية الذي هو إقليم الروميلي العثماني أن الحكومة العثمانية بظروفها في ذلك الوقت ستقف عاجزة أمام هذه التمردات المنظمة وفي هذه الحالة لن تجد الدولة العثمانية تأييدا أو مساعدة من الدول الغربية خاصة النمسا التي يعيش في إطار حدودها العديد من السلافيين وكانت إيطاليا ترمي إلى إلحاق البوسنة والهرسك بها وقد قامت في روسيا جمعيات سلافية تهدف إلى حث النصارى التابعين للإدارة العثمانية في كل من البوسنة والهرسك والجبل الأسود والصرب وبلغاريا على التمرد إلا أن هذه الجمعيات التي تتمتع بحماية روسية زادت من فعالياتها في ذلك الوقت قامت روسيا بإمداد المتمردين النصارى داخل الدولة العثمانية بالمال والسلاح والمهمات سرا وبشكل غير رسمي واستعدت إمارتاء الصرب والجبل الأسود لأداء دور دموي وعلى الجانب الآخر قابل إمبراطور النمسا وفدا أرسله نصارى البوسنة والهرسك وهي منطقة عثمانية وأعطاهم وعدا في حالة التمرد بمساعدتهم ضد الإدارة المسلمة ومن هذا كله تولد تمرد الهرسك الشهير شغل هذا التمرد جنود الدولة العثمانية كثيرا ذلك لأنه حدث في منطقة جبلية وكان المدد يأتي إليه دوما من الخارج وفي الثالث عشر من أبريل الموافق السابع من ربيع الأول من هذا العام عبر حدود الجبل الأسود حوالي ثلاثمائة وستون شخصا من نصارى قضاء نوسين وهو قضاء يتبع سنجقة الهرسك في ولاية البوسنة وفي الجبل الأسود لجأوا إلى الأمير نيقولة وقدموا له شكاوى منهم ضد الإدارة العثمانية في بلادهم أي الهرسك يلاحظوا أن هذه الحركات السياسية أدت إلى تمرد الهرسك بعد ذلك كانت شكوى نصارى الهرسك هؤلاء للأمير نيقولة كالآتي إن رسم الأغنام وبدل الجهادية يثقلان النصارى ويؤثران في أحوالهم المادية وأنهم يشكون من ظلم جنود الضبطية وأنهم يطالبون بتخفيف الضرائب عنهم وأن يكون جنود الضبطية من المحليين وليس من الجنود العثمانيين بشكل عام وقدم الأمير نقولة هذه المطالب إلى السفير الروسي في إسطنبول أغناتييف وهو مشهور بمؤامراته وقام هذا السفير بإبلاغ الأمر إلى الباب العالي فوعد بالنظر في هذه الطلبات وسمح لهم بالعودة إلى الهرسك عاد هؤلاء اللاجئون إلى قضائهم وهو نوسين في الهرسك مرة أخرى لكنهم بعد أن وجدوا لطلباتهم وشكاواهم صدا سياسيا أخذوا في الطغيان وتحريض أبناء جلدتهم على التمرد ضد الحكومة العثمانية وبدأوا أول حركاتهم الدموية يوم السبت الخامس من يونيو الموافق الأول من جماد الأولى من هذه السنة بالاستيلاء على قافلة وقتل عدد من الجنود كانوا فيها كما خطفوا المدير العثماني لقضاء نوسين عقب ذلك بالطبع حدثت مصادمات عسكرية وتدفقت المساعدات العسكرية من الخارج لهؤلاء النصارى في الهرسك مما أدى إلى هزائم القوات الرسمية المحلية خاصة أن الجنود العثمانيين في البوسنة والهرسك كانوا قليل العدد وكبرت المسألة حتى أصبحت تمرد المدعوم يمتد من موستار عاصمة سنجق الهرسك حتى الحدود النمساوية خاف الصدر الأعظم أسعد باشا من تفاقم الأمر وتدخل الجبل الأسود وتدخل روسيا فأصدر أمره إلى المشير درويش باشا وللبوسنة وقتها بأن يتخذ من النصح وسيلة لإنهاء التمرد ولم تجد النصائح فطالب المشير بإصدار أمر السماح له باستخدام القوة وبدأت حرب طويلة واستفاد المتمردون من الوقت الذي ضاع في المراسلات بين البوسنة والهرسك وإسطنبول حتى وافقت الأخيرة على استخدام القوة لإنهاء التمرد بأن استكمل المتمردون أسلحتهم ومعداتهم وأقاموا المتاريس في الطرقات واستولوا على أهم النقاط العسكرية الاستراتيجية واستفحل أمرهم حتى أنهم حاصروا قصبة ترابين في جنوب غرب الهرسك ولم يفطن الباب العالي لخطورة الأمر إلا بعد ورود أنباء هذا الحصار فوجه قوة من 4200 جندي إلى الهرسك كان عدد سكان البوسنة والهرسك في ذلك الحين قد بلغ مليون ومئتي ألف نسمة 515 ألف أرثوزكسي و685 ألف مسلم ولكن المدد العسكري والمالي من نقود وسلاح وضباط كان يتدفق على نصارى البوسنة والهرسك للوقوف بجوار أبناء دينهم النصارى كما تدفق المتطوعون النصارى بأعداد كبيرة من الصرب والجبل الأسود بشكل خاص وأدى هذا إلى استفحال أمر التمرد بشكل سريع متلاحق وأثناء كل هذا في الهرسك إذا بنصارى البوسنة يبدأون تمردا آخر ضد الدولة العثمانية وكان ذلك في 16 أغسطس الموافق الرابع عشر من رجب من نفس العام أعلنت الصرب وأعلنت جبل الأسود رسمياً وقوفهما على الحياد لكنهما لم يتوانيا في إمداد نصارى البوسنة والهرسك بكل ما يلزم للتمرد ضد العثمانيين ليس هذا فقط بل وأسهما في تنظيم تدفق المعونات العسكرية والمتطوعين من كافة أرجاء أوروبا الذين تطوعوا للحرب بجوار نصارى البوسنة والهرسك ضد الحكم الإسلامي العثماني ولعب الإعلام الروسي دوراً أساسياً في الدعاية لهذه المسألة في المطبوعات الأوروبية وفي الوقت الذي كان فيه أهل البوسنة والهرسك يذبحون وكانت الغلبة لنصارى هذه البلاد بالتأييد الشامل في كل الميادين من أوروبا كانت تظهر مقالات في صحف أوروبا تقول أن الشرق الأوروبي لن يستطيع الصمود أكثر من ذلك أمام الظلم الإسلامي العثماني وفي المقابل أخذت الدولة العثمانية تسوق الجنود من الروميلي والأناضول إلى البوسنة والهرسك ومع ذلك استمر التمرد 1875 ميلادي 1292 هجري اقتراح وزير خارجية فرنسا بشأن الهرسك أرادت فرنسا أن تلعب دوراً في مسألة الهرسك بعدما وجدت أن النمسا تحمي المتمردين النصارى لأن النمسا كانت تبيت النية لضم البوسنة والهرسك إليها وأن روسيا مع هؤلاء المتمردين لأنها تحمي فكرة القومية السلافية وتريد أن يتجمع السلاف كلهم حولها فتحدثت إلى الدول المشتركة في التوقيع على معاهدة 1856 في باريس وقالت إن المتمردين يستمرون في تمردهم لأن الدول الأوروبية تؤيدهم لذا يقترح تكوين وفداً من قناصر الدول الأوروبية وإرساله إلى الهرسك فيرى الوضع ويقابل المندوب السامي العثماني وكان القصد من هذا إنهاء النشاط السري للنمسا الذي أوقع روسيا في الاضطراب ووافق على هذا الاقتراح وأرسل سرور باشا رئيس شورى الدولة العثمانية إلى موستار بمهمة خاصة واجتمع بوفد القناصل والمتمردين ولم يحدث أي تغيير في أي شيء بل إنه بالعكس فإن وجود هيئة أوروبية في المسألة دفع بدول أوروبا إلى التحدث عن ضرورة قيام الدولة بإصلاحات في المنطقة وإدارة ممتازة للبوسنة والهرسك وغير ذلك من الشعارات الأوروبية العامة وهذا قد فتح الباب أيضا لتدخل أوروبي سياسي سافر عام 1876 ميلادي 1293 هجري وزير خارجية النمسا المجر يقدم لائحة لإصلاح الهرسك قام تمرد الهرسك وانتشرت عدواه إلى البوسنة ومضى على هذا الحال 9 شهور و18 يوما ولم تستطع الدولة العثمانية إنهاءه وكانت للدول الآتية مصالح في استمرار تمرد الهرسك ضد العثمانيين روسيا والصرب والجبل الأسود والنمسا والماتشيا وكرواتيا اجتمعت الدول الأوروبية وقررت إرسال مذكرة احتجاجا إلى الدولة العثمانية بأنها لم تهتم بالإصلاحات في البوسنة والهرسك وأنه في حالة ما إذا كانت الدولة العثمانية تريد إصلاحا فلتعرضه أولا على الدول الأوروبية وأن الدول الأوروبية تريد بعد ذلك تطبيق بعض الأسس حلا لمشكلة الهرسك منها واحد الاعتراف بحرية دينية وإقامة طقوس بشكل كامل ومطلق لنصارى البوسنة والهرسك اثنان إلغاء نظام الالتزام في ضرائب الأعشار ثلاثة تشكيل مجلس ولاية مختلفة من النصارى والمسلمين ويعطى هذا المجلس حق رقابة الإصلاحات أربعة تخصيص حاصلات الضرائب للاحتياجات المحلية وقبل الباب العالي هذا ببعض تعديلات طفيفة وكان معنى هذا حق الدول الأوروبية في النظر إلى أي مشروع إصلاحيا تقدمه الدولة للبوسنة والهرسك ومع هذا فقد استمر التمرد في البوسنة والهرسك والسبب في ذلك أن المتمردين النصارى طالبوا بانسحاب كل الجنود العثمانيين من البوسنة والهرسك وطالبوا بكفالة الدول الأوروبية في شأن المطلوب عمله من إصلاحات يراها المتمردون وهم نصارى في البوسنة والهرسك عام 1876 ميلادي 1293 هجري الصرب والجبل الأسود يبدأان الحرب على الدولة العثمانية كانت الصرب والجبل الأسود إمارتين خاضعتين للإدارة العثمانية لذلك فإن دخولهما الحرب ضد الدولة العثمانية في 26 يوليو الموافق التاسع من جماد الآخرة من هذا العام من وجهة النظر القانونية يعني تمردها وكان إعلانهما الحرب بعد أن ظهرت سلسلة عصيان ضد حكم الدولة العثمانية في أوروبا الشرقية بدأت بعصيان الهرسك الذي أيدته أوروبا تأييدا فعليا ودعائيا ثم استشرى إلى البوسنة وبلغاريا والجبل الأسود والصرب إذن فالحرب التي أعلنها كل من الصرب والجبل الأسود نتيجة طبيعية لعصيان نصارى الهرسك الذي تفاقم يوما بعد يوم وكان كل هذا نتيجة طبيعية للسياسة الروسية الرامية إلى إثارة الجنس السلافي في كل البلقان ضد الدولة العثمانية أيضا ونجحت روسيا في أن يكون أول الفتيل المشتعل البوسنة والهرسك قام الصدر الأعظم العثماني في ذلك الوقت وهو رجد باشا المترجم بإرسال برقيتين واحدة إلى الأمير ميلان أمير بلغاريا وإلى الأمير نيقولة أمير الجبل الأسود وسألهما عن سبب حالة التعبئة العامة التي هما فيها وكانت لهجة الصدر الأعظم شديدة إلا أنه تلقى إجابتين مسكتتين في البداية لدرجة أن الأمير ميلان قال في إجابته أنه سيرسل مندوبا عنه إلى إسطنبول ليعرض على الحكومة فيها إضاحات للموقف لكن الأمير ميلان لم يرسل أحدا بالعكس فبدلا من أن يرسل مندوبا أو ممثلا شخصيا له أرسل وبعد مرور 14 يوما على جوابه هذا إنذارا للحكومة العثمانية اشتكى الأمير ميلان في إنذاره هذا أن القوات غير النظامية تعتدي على قرى الحدود في إمارته وقال الأمير ميلان أنه لا بد من وضع نهاية لتجاوزات القوات غير النظامية لذلك فإنه يريد أن تحتل القوات الصربية البوسن والهرسك وأن أمير الجبل الأسود يريد احتلال جزء من سنجق الهرسك وكانت قوات إمارة الجبل الأسود قد بدأت قبل يوم من هذا الرد في الهجوم على الجنود العثمانيين وأخذ جيش الصرب يعبر نهر مورافا في يوم هذا الرد لا بد من القول هنا أن القوات العثمانية في كل بلاد البلقان كانت تبلغ مئة ألف في مجموعها وقد أرسلت الدولة العثمانية المشير أحمد مختار باشا قائد الهرسك إلى جبهة الجبل الأسود وكان قائد قوات البلقان العثمانية هو عبد الكريم نادر باشا أما القوات الصربية فقد كان على رأسها قائد روسي تسميه المصادر الروسية باسم فاتح تشقند وهو الجنرال الروسي المشهور تشيرنايف ودارت الحرب بين القوات العثمانية من ناحية وبين قوات الصرب المتحدة مع قوات الجبل الأسود والمدعمة من روسيا وكل أوروبا من جانب آخر وظهر فيها تطور انتصارات الجنود العثمانيين وقد أدت هذه الانتصارات إلى اضطراب روسيا خاصة وأن موقعة ألكسناتش قد انتهت بانتصار واضح للقوات العثمانية وأصبح الطريق مفتوحا أمامها إلى بلغراد قامت روسيا حامية الشعوب السلافية في أوروبا الشرقية في ذلك العهد بتوجيه انذار شديد اللهجة إلى الباب العالي تطلب فيه الوقف الفوري لإطلاق النار خلال 48 ساعة وعقد هدنة بين الطرفين وأجبرت الظروف التي تعيشها الدولة العثمانية إذ ذاك على قبول هذا الانذار وأكدت هذه الظروف عداء الرأي العام الأوروبي للدولة العثمانية وعقد مؤتمر الترسان الدولي في مقر وزارة البحرية العثمانية الكائن في ترسانة الخليج الذهبي بإسطنبول حضرته وفود أوروبا في 29 يوما في 9 جلسات وكان هم المؤتمرين تسوية حالة نصارى الدولة بكيفية ثابتة منعا لحصول الحرب بينها وبين الروسيا التي كانت شريعة في جمع جيوشها والاستعداد للحرب ولذلك كان همهم تقسيم بلغاريا إلى ولايتين يكون ولايتها من النصارى الأجانب أو التابعين للدولة وتشكيل قوة من النصارى يكون ضباطها من النصارى والمسلمين تعينهم الدولة وتتنازل الدولة عن بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود وأن تعطى هذه الامتيازات أيضا للبوسنة والهرسك وإذا لم تقبل الدولة العثمانية بذلك تجبرها الدول الأوروبية على ذلك ولما اجتمع المؤتمر بصفة رسمية تحت رئاسة صفوة باشا ناظر أي وزير خارجية الدولة وانتخب هو رئيسا له لانعقاد المؤتمر في إسطنبول وحضره مندوبون عن الدول الآتية الدولة العثمانية فرنسا ألمانيا إيطاليا النمسا والمجر روسيا إنجلترا وعاد هذا المؤتمر للانعقاد في الثامن عشر من يناير الف وثمانمائة وسبعة وسبعين وتلا على أعضائه صفوة باشا ما قررته الدول بشأن موضوع المؤتمر فقال إن الدولة العثمانية مستعدة لقبول تشكيل مجالس انتخابية في البوسنة والهرسك وبلغاريا يكون انتخابهم لمدة سنة فقط ونصف أعضائها من المسلمين ونصف الآخر من النصارى وأن الدولة العثمانية مصرة على رفض اللجان المختلطة التي اقترحتها الدول الأوروبية كل الرفض لأن ذلك يدل على عدم ثقة تلك الدول بوعود الدولة في هذا الصدد كما أن الدولة العثمانية مصرة على عدم إعطاء الصرب والجبل الأسود شيئا من أراضيها غضب مندوغ الدول الأوروبية من الدولة وتشددها الذي لم يكن منتظرا خاصة بعد اعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش حديثا وعاد المندوبون إلى بلادهم دون مقابلة سلطان الدولة العثمانية تعبيرا عن غضبهم من أن الدولة لم ترضخ لكلامهم عام 1878 ميلادي 1295 هجري توقيع معاهدة برلين وموقف البوسنة والهرسك اجتمع مندوب الدول الآتية ألمانيا، النمسا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، روسيا مع مندوب الدولة العثمانية في مؤتمر برلين ورئيس المؤتمر الأمير بيسمارك، رئيس وزراء ألمانيا اجتمع المندوبون يوم الثالث عشر من يونيو الموافق الثاني عشر من جماد الآخرة وعقدوا عشرين جلسة في واحد وثلاثين يوما وكتبوا معاهدة برلين المكونة من أربعة وستين مادة وقعوها في الثالث عشر من يوليو الثالث عشر من رجب من نفس العام نصت المعاهدة على استقلال الصرب والجبل الأسود وبلغاريا ورومانيا وما يتعلق بالبوسنة والهرسك في معاهدة برلين هذه هي المادة الرابعة التي تنص على بقاء ولاية البوسنة والهرسك تحت الحاكمية العثمانية على أن تحتلها وتديرها دولة النمسا والمجر معنى هذه المادة ضيع البوسنة والهرسك من مجموعة الولايات العثمانية وانضمامها إلى دولة النمسا المجر عام 1908 ميلادي 1326 هجري إلحاق البوسنة والهرسك بدولة النمسا في الخامس من أكتوبر الموافق التاسع من رمضان وقع فرانسوا جوزيف إمبراطور النمسا بيانا أعلن فيه إلحاق البوسنة والهرسك ببلاده والواقع أن النمسا كانت تحتل البوسنة والهرسك منذ معاهدة برلين وفي نفس اليوم أعلن فرديناند أمير بلغاريا ووالي ولاية الروميلي نفسه مالكا وبلاده مملكة وتلقب بلقب قيصر البلغار وتم التصديق على بيان الإمبراطور النمسوي بموجب معاهدة عقدت في إسطنبول نصت على إلحاق البوسنة والهرسك بالنمسا وكان هذا في 26 فبراير 1909 الموافق الخامس من صفر 1327 هجري وكانت جمعية الاتحاد والترقي هي القابضة هي القابضة على زمام الحكم في الدولة العثمانية بعد أن أسقطت السلطان عبد الحميد الثاني من على عرش الحاكمية العثمانية لذلك حدثت احتجاجات شعبية في إسطنبول تندد بإلحاق البوسنة والهرسك بالنمسا وظهرت شائعات تقول بأن حكومة الاتحاد والترقي باعت البوسنة والهرسك للكفار عام 1908 ميلادي 1326 هجري مدة الحكم الإسلامي في البوسنة والهرسك مدة الحكم العثماني في أوروبا الشرقية كالآتي في البوسنة والهرسك 415 سنة في بلاد الصرب صربيا 380 سنة في الجبل الأسود 420 سنة في قوسوة أو كوسوفا 430 سنة في مقدونيا 547 سنة عام 1914 ميلادي 1332 هجري جناية سراييفو في قيام الحرب العالمية الأولى أطلق الصرب تعبير جناية سراييفو على الحادثة التي أشعلت الحرب العالمية الأولى وهي حرب اشتركت فيها 30 دولة أحالت العالم إلى جهنم وكانت بلاد البلقان قد خرجت من إطار الدولة العثمانية وظهرت فكرة الصرب الكبرى وهي مبدأ قومي متعصب يهدف إلى إقامة إمبراطورية للصرب وتقوم على مبدأ إحياء إمبراطورية دوشان الصربية وكان القوميون الصرب يهدفون إلى إعادة هذه الإمبراطورية القومية المتعصبة وكان هؤلاء القوميون الصرب يحنقون على النمسا لأنها وقفت عائقا ضد تكوين دولة الصرب الكبرى التي يحلمون بها فاتخذوا زيارة ولي عهد النمسا فرانسوا فرديناند إلى سراي البوسنة أو سراييفو يوم الأحد الثامن والعشرين من يونيو 1914 ميلادي الموافق الرابع من شعبان 1332 هجري ليدبروا مؤامرة ضده في البداية ألقوا عليه قنبلة لكنها لم تصب ولي العهد إلا أن المتآمرين الصرب كانوا قد حسبوا حسابا لهذا وعلى هذا الحساب تصرفوا لأن ولي العهد أراد في نفس اليوم زيارة المصابين في حادثة القنبلة هذه فخرج من دائرة بلدية المدينة لزيارة المستشفى وأثناء ذهابه قام جافرينلو برينسيب وهو طالب حربي في المدرسة الثانوية وعضو جمعية اليد السوداء الصربية بإطلاق الرصاص من مسدسه على فرانسوا فرديناند وزوجته الدوشيس فون هوهمبرغ فقتلهما وكان هذا القاتل الشهير في التاسعة عشر من عمره حين هذا القتل وقد ولد في مدينة إجراهوفو في البوسنا إن الدخول في تفصيلات الحرب العالمية الأولى لا يهمنا هنا إلا بقدر ما يشار فيها إلى موضوع كتابنا هذا وهو البوسنا والهرسك ترجمة نانسي قنقر